هل تعيد الحرب بالضرورة إنتاج نظام القطبية الواحدة؟ أم أننا قد نشهد مجموعة من الإقطاب حتى وإن اختلفت وتباعدت المساحات الجغرافية إلا أن هناك عوامل وقواسم عديدة مشتركة تجمع بينها ونتحدث عن الهند، الصين، روسيا ودول كثيرة على نفس هذا الصدد شكرا جزيلا على السؤال ولكنني في الحقيقة أريد أن أصحح فكرة رئيسية الولايات المتحدة لا تسعى للدعاية الديمقراطية ونشرها في العالم بكل بساطة هي تجد أنها نقطة ضعف في خصومها وعمليا تتمنى لعلها أن تبتصين كما هي ديكتاتورية وغير قادرة على حل مشاكلها الداخلية وكذلك روسيا إذن هي لا تسعى للدعاية الديمقراطية باعتدر ما تعتبرها نقطة قوة مباشرة لها ولمجتمعها وقدرتها على التكيف ثانيا فيما يتعلق بأوروبا، أنا أختلف مع الأستاذ ناصر بأن سيد شونس مؤخرا حين تحدث عن قوته الألمانية التي يبنيها و2% من الاقتصاد الألماني سيوظف من أجل قضايا الدفاع قال بشكل واضح بأن هذا العملية تتم تحت جناح الحلف الأطلسي وفي اعتقالي أن الآن ليس هناك سمة أحد وحد الاتحاد الأوروبي ووحد حلف الأطلسي بقدر ما فعل بوتين كما فعل ستالين عام 1940 بعد بيان الأول من أيار 1940 وبالتالي في اعتقادي أنا من الناحية الاستراتيجية نعم ستكون هناك تحالف لا مجال للفروض منه في اعتقادي لا مجال الاستغناء عنه على أي حال ولكن هذا لا يعني بأن أوروبا لنتبني علاقات عميقة جدا مع الصين ولكن في إطار الصراع سيجري مع الصين على الأغلب على تقسيم العمل الدولي بمعنى أن الولايات المتحدة الأمريكية الآن كما ورد أيضا في السيناريو الخامس بأن الولايات المتحدة الآن ستعمل على تطوير تقدراتها التقنية واحتكارها واستدعائها كما يجري الآن فيما يتعلق بالرقائق الإلكترونية وإبقائها وإبقاء سلاسة التوريد الاستراتيجية داخل أراضي أمريكية أو للدول الأمريكية اللاتينية التي تعتبر عملية الباحة الفلفية لتطوير الاقتصاد الأمريكي الآن بعيدا عن الصين وبالتالي نعم القضية الرئيسية مع الصين ستبقى موجودة وهي أن هناك تنافس ولكن ليس بالضرورة عداء التنافس الشديد هذا جدل دائم دكتور في واشنطن حتى على سبيل الأولوية البعض يقول بأن بايدن ربما أخطأ في وضع روسيا في أعلى قائمة المواجهة يعني كان لابد له من أن ينتبه إلى الصين الصين عدو شارس ومنافس شارس ما رأيك؟ أولا الصين ليست عدوا في رأيي أنه لا يمكن إلغاؤها بحل صفر المشكلة مع بوتين هو أنه أقدم على عملية أدت إلى حل مشاكل كبيرة بالنسبة للتحالفات الغربية وأن يأتي الغرب لكي يعود تحالفها ونتذكر أيام ترامب ونتذكر اجتماعات الحلف الأطلسي لا أحد وحد الأطلسي كما فعل بوتين الآن وبالتالي نعم أما الصين الصين نعم هي منافس جدي وفي آخر الأحوال أمريكا لن تستغني عن دور معين من الصين في إطار تقسيم العمل الدولي ولكنها ستبقى حريصة أن تحتكر التقنيات العالية المتعلقة بكوانتوم كومبيوتينج متعلقة برياضيات كوانتوم وإنجازاته ومتعلقة أيضا بقضايا التقنيات فائقة التقدم هذه التقنيات التي يجري الآن تطويرها بشكل منقطع النظير وتوظف فيها تريليونات من الدوليوارات كما فعلت الولايات المتحدة الأمريكية بعد الصعود سبوتنيك الروسي 1957 وبالتالي يجري تطوير كبير للتقنيات التي يمكن تستثمرها عسكرية ولكنها أيضا منافسة من الناحية الاقتصادية وفي هذا الإطار في اعتقال بأن يجب أن ندرك بأن الولايات المتحدة الآن تراهن على منظمتها الداخلية وقدرتها على أن تتكيف ومتطلبات التقنية العالمية كما يجري الآن في كاليفورنيا على سبيل المثال وشركات الإقلاع الهائلة والتريليونات من الدوليوارات التي تتوظف في هذا المجال وأيضا تراهن أيضا على قدراتها العسكرية التي لا تزاد الصين على سبيل المثال مطالها الاستراتيجي للصين لا يتجاوز ألف كيلومتر في حين أن أول برميل نقطة تستطيع جلبه على بعد خمسة ألاف كيلومتر إذن الآن المعركة الأساسية ستكون على البحار على البحر العرب على البحر الأحمر على مضيق باب المندب وعلى أيضا مضيق ملاقى في بحر الصين وبالتالي كل هذه العملية يجري تبدل كبير في المناقس استراتيجي الدولي ولكن في إطار فهم أن الصين ستبقى موجودة هل ستستطيع الصين التكيف مع الظروف الجديدة للتحوصل الكوني الذي سيحصل في الاقتصادات العالمية ولذلك قلت عن سيناريوهات مركبة من السيناريوهات التي ورادت في التقرير